اهلا وسهلا بكم اعزائي طلبة وطلبات الصف الثالث السنوي الفني طبعا احنا خدنا في الترمي الاول بعض الموضوعات زي نهاية الدلة عند نقطة ونهاية الدلة عند اللانهاية وموضوع كمان الاشتقاق وتطبيقات على الاشتقاق واخدنا النهاية العظمى والصغرى المحلية واخدنا النهاية كيمة العظمى وكيمة الصغرى المحلية طبعا لما اخدنا الاشتقاق هناخد النهاردة في الترمي التاني وكل سنوان طيبين موضوعات جديدة عكس التفاضل عكس الاشتقاق العملية العكسية للاشتقاق اسمها التكامل طيب الاشتقاق كنا بنعمل ايه القص بنضربه في المعامل ونطرح منه واحد اما التكامل العكس نزود القص واحد ونقص مع القص جديد تعال نشوف التكامل والنظرية الاولى تعال نشوف مع بعض بيقولك ايه تكامل سين والسنون بالنسبة للمتغير سين يعني ايه اللي هيتغير القص بتاعه اسمه سين بيساوي يبقى سين القص بتاعه نون زايد واحد ازاود القص واحد واقس مع القص جديد زايد مقدار سابت مقدار سابت ليه عشان التكامل ده غير محدد طيب نون دي بتساويس سالب واحد ليه ما تساويس سالب واحد لان لو انت عوضت بسالب واحد يبقى سالب واحد زايد واحد يدينا ايه سفر سين قص صفر بواحد وهنا سالب واحد زايد واحد يدينا سفر يبقى هنا على طول سين قص صفر بواحد يبقى واحد على السفر ليس لها معنى يبقى الشرط دي اساسي والثه اللي هو ثابت التكامل تعال نقض مثالي كده المثال الموضح قدامنا اللي مكتوب اوجي التكامل اوجي التكامل سين قص خمسة بالنسبة للمتغير سين يبقى انا هعمل ايه ازود القص واحد يبقى خمسة زايد واحد على كام خمسة زايد واحد ستة يبقى على ستة زايد مقدار سابت احنا بنعملها ازاي ويبقى واحد على ستة عشان يكون شكلها بسيط شوية سين قص ستة زايد مقدار ايه سابت قصت على كده يبقى انا زايدت القص واحد يبقى خمسة زايد واحد يدينا كام هه ستة على القص الجديد اللي هو ستة يبقى سوت ستين قص ستة زايد سابت تعال نشوف كمان تمرين طبعا بنزود القص واحد ونقص مع القص الجديد شوف معايا التمرين اللي موجود ده التكامل هنا ستة بالنسبة لمتغير سين هل في متغير سين هتقول لي لا اقولك لا ده فيه فيه سين قص صفر سين قص صفر بواحد واحد في ستة بستة فهي اي مقدار سابت زايد كده يبقى عندي على طول اقول ستة سين ستة سين زايد سابت لان سين قص صفر هنا كأن فيه سين قص صفر زودت القص واحد يبقى صفر زايد واحد يدينا واحد على واحد يبقى هنا سين يبقى ستة سين زايد ايه سابت يبقى انا لما يجيلي عدد لوحده يعني لو قلت تكامل خمسة سين خمسة بالنسبة لسين هتقول لي بتساوي خمسة سين زايد سابت يبقى اي عدد سابت التكامل بتاعه بحطه جنبه ايه سين زايد سابت اربعة زايد واحد خمسة واقس مع القص الجديد اللي هو خمسة نقص سين ازود القص واحد يبقى ثلاثة واقس مع القص الجديد يبقى واحد على ثلاثة اهيه وهنا عدد سابت يبقى ايه ستة احط الرمز سين اللي التكامل دي غير محدد يبقى احط سابت التكامل اللي هو خمسة نبسط شوية القمسة راحت مع الخمسة يبقى سين قص خمسة ناقص تلت سين قص ثلاثة زايد ستة سين زايد سابت خلصة المسألة على كده بسيطة اوي يبقى انا كل اللي انا بعمله ايه بزود القص واحد واقس مع القص الجديد قاعدة بسيطة ونظرية بسيطة اوي ودي من الحاجات اللي بيجي لك في الامتحان تعال نشوف كمان تمرين بيقولك ايه فيه بيقولك هنا تكامل تمانية سين تكعيب زايد اتنين على سين تربيع ناقص ستة جزر سين بالنسبة لسين هنحتاج بس توضيب الشكل شوية عشان ابسطه يسهل علي التكامل تعال تكامل تمانية سين قص كام تلاتة زايد اتنين سين قص سالب اتنين ناقص ستة سين قص نص بالنسبة لسين زايد القص واحد يبقى سين قص كام اربعة على اربعة زايد القص واحد اتنين سين قص سالب واحد ما هزاود السالب اتنين زايد واحد يدينا سالب واحد على سالب واحد زايد القص واحد يبقى سين قص تلاتة على اتنين نص زايد واحد يدينا تلاتة على اتنين على 3 على 2 عشان ما أدهش يبقى أضربها في 2 على 3 زائد إيه مقدار ثابت تعال نشوف 8 على 4 فيها الاتنين سين قصة 4 موجب على سالب فيها سالب 2 وهنا سين قصة سالب 1 أكتبها تحت يبقى سين قصة موجب 1 هنا 6 في 2 بـ 12 على 3 فيها الاربعة سين قصة 3 على 2 زائد مقدار إيه سابق يبقى أنا عملت هنا في المسألة أول حاجة 8 سين قصة 3 دي تحت في المقام طلعتها فوق وغيرت القص هنا جزر سين شلت الجزر وقلت سين قصة نص زودت القصة 1 يبقى سين قصة 4 3 زائد 1 أربعة على 4 يبقى هنا 8 بقت على 4 وهنا زودت القصة 1 سالب 2 زائد 1 يدينا سالب 1 على سالب 1 وهنا زودت القصة 1 تطلع 3 على 2 بدل ما اكتبها كسر 3 على 2 وتعقل الأمور أعملها 2 على 3 وأكتبها في المعامل قدام زائد مقدار سابق 8 على 4 فيها الاتنين وهنا موجب على سالب فيها السالب 2 وهنا سين قصة سالب 1 تكتب تحت سين وهنا 6 في 2 بـ 12 على 3 فيها الاربعة سين قصة 3 على 2 زائد ايه مقدار سابق هنا لما تيجي تبص كل الحاجة ان انت بتزود القصة 1 وتقسم على القصة جديدة طب لو جالي شكل مختلف هو بيغير لك في شكل المسألة لو دلتين مضروبين في بعض او مقدرين مضروبين في بعض اضرب المقدرين وبعدين تبدأ ايه تكامل عادي تزود القصة 1 وتقسم على القصة ايه الجديدة تعالى نشوف المسألة دي كمان ونشوف احنا بنشتغلها ازاي هنا المسألة قال لي ايه تكامل سين قصة 3 ناقص 8 بالنسبة لسين على جزر سين في سين ناقص 2 الله طيب ده دي اسمه هل اطلع اللي تحت فوق اللي في المقام ما طلعه في البسط طب هل انا هعمل ايه ممكن احل تعالى نفكر مع بعض يبقى التكامل علامة التكامل زي ما هي ونحل هنا كوسين كوس صغير وكوس كبير سين ناقص 2 ربع غير اضرب ربع هنا على جزر سين اللي هو سين قصة نص وهنا سين ناقص 2 سبتازة ما هي احذف بالنسبة للمتغير سين تعالى بقى كده نشوف يبقى سين قصة 2 اصبح عندي سين قصة 2 زائد 2 سين زائد كام 4 طيب سين قصة 2 على سين قصة نص ادي السين اكتبها ادي التكامل اتنين ناقص نص يدينا واحد ونص اللي هي ثلاثة على اتنين وهنا اتنين سين على سين يبقى واحد ناقص نص يدينا نص وهنا 4 على السين تطلع فوق يبقى اربعة سين قصة سالب نص بالنسبة للمتغير سين خلاص زود القص واحد وقسم على القص جديد تعاله نتزود القص واحد اهو كل بساط سين لما تيجي تزود واحد يبقى هنا خمسة على اتنين اقول على خمسة على اتنين فهتبقى كبير قوي يبقى قول اتنين على خمسة طالما كاسر اقلبه خليه معامل زي ما احنا اتفقنا هنا برضو نفس الكلام اتنين هنا سين ازود واحد يبقى ثلاثة على اتنين يبقى اخليها معامل اتنين على كام ثلاثة هنا أربع سين أزود القس واحد نص هنا أضربها على نص يبقى اتنين على واحد زائد مقدر إيه سابت تعالى نبسط العملية دي يبقى اتنين على خمسة سين قس خمسة على اتنين زائد اتنين في اتنين باربعة على تلاتة سين قس ثلاثة على اتنين زائد اربعة في اتنين بتمانية سين قس نص ممكن أقول جزر سين وممكن أكتبها سين قس نص زائد مقدر إيه سابت زي ما انت عاوس تعالى بقى نشوف الكلام ده احنا عملنا ايه بقى في المسألة دي اذا لما يديني كسر اقسم انا كده اسمت طب دي فرق ما بين مكعبين حللتها لما حللتها سين ناقس اتنين في سين تربيع زائد اتنين سين زائد اربعة على سين قس نص في سين ناقس اتنين القوس مع القوس المقدر ده مع المقدر ده لنشكله بعض بالظبط سين ناقس اتنين وهنا سين ناقس اتنين وبعدين اسمت سين قس اتنين على سين قس نص يبقى سين قس ثلاثة على اتنين وهنا سين واحد ناقس نص يدينا نص وهنا اربعة على سين قس نص يبقى سين قس نص تطلع فوق من المقام يطلع للبسط يبقسين قس سالب نص عشان اسهل علي عملية التكامل. ازود القس واحد. خلي بالك بقى التزويد واحد. انا بعمل ايه? عشان ما ما تتعبش نفسك. اجمع البسط والمقاوم. تلاتة زائد اثنين. كام? خمسة. على كام? على الاثنين. بدل ما اقول على خمسة على اثنين. قلتلك طالما القس كسر. اقلبه وكتبه في المعامل. قدام الرمز على طول. هنا اهو نص واحد واثنين تلاتة على الاثنين. وطالما كسر بدل ما اقول على تلاتة على اثنين يبقى اثنين على تلاتة وكتبه في المعامل. وهنا ازود القس واحد يبقى قس نص على نص. يبقى برضو اقلبها يبقى اثنين على واحد. زائد مقدار ايه? سابق. تعال بقى نشوف الكلام ده. يبقى هنا اثنين على خمسة سين. قس خمسة على اثنين. هنا زائد اثنين في اثنين باربعة على تلاتة. سين قس تلاتة على اثنين. زائد اربعة في اثنين بتمانية. سين قس نص اللي هي جزر سين. زائد مقدار سابق. يبقى انا كده عرفت لما يكون فيه اسم فبقسم. لو فيه تحليل في البسط احلل البسط. ولو فيه تحليل في مقام احلل المقام. واحزف عشان ابسط الشكل ويديني الصورة اللي اقدر اتعامل معها في عملية التكمل. العملية السهلة. بزود القس واحد واقسم على القس الجديد. تعال بقى كده نشوف التمرين اللي جاي. هنا مديني مقدار كل قس اثنين. طيب اتعامل معا ازاي? تعال نشوف نفك المقدار ده. نفك ادي التكامل. سين في سين بسين تربيع. زائد الاول في التاني في اتنين. سين في واحد على سين بواحد في اتنين يبقى اتنين. زائد مربع التاني. واحد في واحد بواحد. سين في سين بسين تربيع. ده كله بالنسبة لسين. يبقى تكامل. سين تربيع زائد اتنين زائد سين قس سالب اتنين بالنسبة لسين. اصبح شكلها بسيط ازاي? الله. طيب زود القس واحد يبقى سين قس تلاتة. على كام? على تلاتة يبقى واحد على تلاتة قدامها. وهنا عدد لوحده احط الرمز سين. وهنا زود القس واحد. يبقى سين قس سالب واحد على سالب واحد. زائد مقدار ايه? سالب. يبقى تلت سين قس تلاتة زائد اتنين سين. مو جبع سالب في هالسالب. وهنا سين قس سالب واحد يبقى واحد على سين. زائد مقدار ايه سالب. شفتها احنا عملناها ازاي? تعال داني مقدار قس اتنين. قولنا نفق المقدار. تعال نفق. سين في سين? في سين تربيع. زائد الاول في التاني في اتنين. سين في واحد على سين بواحد. في اتنين هي اللي اتنين. تعال المربع التاني. واحد في واحد واحد. سين في سين بسين تربيع بالنسبة لسين. نعدل اللي في المقام دي طلعته فوق في البسط وغيرت اشارة القس. وزودنا القس واحد. يبقى قس تلاتة على تلاتة. زائد. الله ده عدد مطلق لوحده. يبقى اتنين نحط الرمز. سين. وهنا زودت القس واحد واسمت على القس الايه الجديد. يبقى تلتي سين قس تلاتة زائد اتنين سين. ناقص واحد على سين زائد سابت. تعال بقى كده نشوف حاجة كمان. تمرين كمان. شوف بقى التمرين ده بيقولك ايه? تكامل سين ناقص اتنين في سين زائد اتنين في سين زائد واحد. لما تيجي بص للتمرين ده. واحنا بنشتغل. هنعمله ازاي? طب ما نضربهم في بعض. الله ده فرق ما بين مربعين. شوف بقى الكلام ده وهنتعامل مع ازاي. يبقى هنا تكامل زي ما هي. سين في سين بسين تربيع. ناقص اربعة. في يبقى انا ضربت اللي اتنين دول في بعض. في سين زائد واحد. بالنسبة لايه? لسين. تعال برضو هنضرب القز ده في ده. سين تربيع في سين بسين تكعيب. سين تربيع في واحد بسين تربيع. سلب اربعة في سين بسلب اربعة سين. سلب اربعة في موجب واحد بسلب اربعة ده بالنسبة لسين. زود القز واحد يبقى سين قز اربعة على كام على اربعة. زود القز واحد يبقى سين قز تلاتة على كام على تلاتة. زود القز واحد يبقى سين قز اتنين على اتنين. اربعة على اتنين فيها الاتنين. وهنا أربعة أزاود السين زائد مقدار إيه؟ ثابت التكامل يبقى أنا عملت إيه هنا؟ إداني كوس مضروفه كوس مضروفه كوس يبقى هنا اتلاعيت الكوسين دول الأول سهلين فرق ما بين مربعين يبقى سين في سين بسين تربية ساليب اتنين في موجب اتنين بساليب اربعة خلاص خلص دي مضروف في سين زائد إيه؟ واحد تربط سين تربيع في الكوس ده كله سين تربيع في سين بسين تكعيب وسين تربيع في واحد بسين تربيع ساليب اربعة في سين بساليب اربعة سين ساليب اربعة في موجب واحد بساليب اربعة بالنسبة لسين والتكامل بقت شكلها شكل التكامل يسهل علي أن أنا أكاملها سين قصة اربعة على اربعة زائد سين قصة اتنين على اتنين زودها واحد يبقى تلاتة على تلاتة وهنا اربعة سين قصة اتنين على اتنين اربعة على الاتنين فيها الاتنين. وهنا اربعة سين زائد مقدار ايه سابق. هي دي كده الحتة اللي انت تشتغل على اساسها. يبقى اول نظرية طبقنا عليها ويعرفنا ازاي نتعامل معها. بنزود القس واحد ونقسم على القس الايه الجديد. اه تعال بقى ناخد كمان نظرية ونشوف احنا هنشتغلها ازاي. لما ناخد النظرية اللي جاية النظرية بتقول لك ايه? بتقولك لو عندك مقدار من الدرجة الاولى قس نون. فبتعمل ايه? قالك ان التكامل بتاعها اه تزود القس واحد اللي هو القوس على القس الجديد في معامل ما بداخل القوس او مشتكت ما بداخل القوس. دي بتنفع امتى لما تكون من الدرجة الاولى? المقدار اللي موجود جوا القوس من الدرجة الايه? الاولى. خلي بالك. يعني سين قس واحد. تاني لما دي قوس قس واحد. خلي بالك في قلبي مقدار في قلبي سين الرمز قس واحد مرفوع لقوة واحد. في الحالة دي تكامل القوس وتقسم على القس الجديد بتاع القوس. وبعد كده تضرب المقام في مشتكت ما بداخل القوس او معامل سين بالبلد دي كده. زائد مقدار سابق. تعال اهو قلت لك الرمز سين قس واحد. اما الف وبه دي اعداد حقيقية. نون لا تساوي سلب واحد خلي بالك. تعال نشوف الكلام ده ونشوف احنا بنتكلم ازاي. قالك في الحالة دي القوس ازود القس واحد يبقى نون زائد واحد على نون زائد واحدة هي. في معامل سين معامل سين او مشتكت ما بداخل القوس اللي هو الف. وهو من الدرجة الاولى. المعامل سين هو المشتك. فعشان كده نقول معامل سين زائد ايه مقدار سابق. حسنون لا تساوي سالب واحد. تعال نشوف التمرين اللي هو كاتبه عندنا. اسف. تكامل قوس اتنين سين ناقص واحد وكل قس خمسة. بالنسبة لسين. اه هنا من الدرجة الاولى. اسف. اتنين سين ناقص واحد وكل قس خمسة بالنسبة لسين. طيب. هنا نزود القس واحد. تي من الدرجة الاولى. اسف. هنا من الدرجة الاولى. نزود القس واحد. تعال تشوف اتنين سين ناقص واحد قس. تزود واحد هنا القس. يبقى ستة. على كام ستة. في معامل سين. معامل سين كام? اللي هو اتنين. اهو. زائد مقدار سابق. تعال الحسن شكلها شوية. يبقى واحد على ستة في اتنين بكام? باتناشر. في اتنين سين ناقص واحد. كل قس كام? ستة زائد سابق. عملت ايه هنا? مقدار كل قس خمسة بالنسبة لسين. تعال نشوف. هنا داخل القوس سين قس واحد. داخل القوس. طالما داخل القوس سين قس واحد. يبقى انا هكامل القوس. يبقى خمسة زائد واحد ستة على ستة. معامل سين اللي هو كام? اتنين. يبقى بادرة بتاعت في اتنين. يبقى هنا واحد ستة في اتنين باتناشر. بقى تيه معامل القوس كله. في اتنين سين ناقص واحد وكل قس ستة. زائد ايه? سابق. طبعا دي مسألة. ونشوف المسألة التانية اللي بعد كده. آسف. آآ اوجد تكامل جزر التربيعي الواحد ناقص ستة سين بالنسبة لسين. تعالا كده نشوف. انشيل الجزر التربيعي ونحط قس نص. واحد ناقص ستة سين. كل قس نص. بالنسبة لسين. طبعا هنا القوس فقال بيه مقدار من الدرجة الاولى زي ما احنا اتفقنا. كل قس نص. يبقى هنعمل ايه? هنزود القس واحد. يا الله. اهو. لما نزود واحد قلت لك كسر اجمع البسط والمقام. واحد زائد اتنين يجينا كم? تلاتة. يبقى تلاتة على اتنين. اقول على تلاتة على اتنين. يبقى شكلها صعب علي. يبقى اتنين على تلاتة حطها معامل الكوس. طب مشتكت ما بداخل الكوس. اللي هو كام? سالب كام? ستة. يبقى هطرب تحت في سالب ستة. يبقى هنا سالب واحد على تسعة في واحد ناقص طبعا زائد مقدار سابت. في واحد ناقص ستة سين. كل قس تلاتة على اتنين زائد مقدار ايه? سابت. تاني. عملتي ايه هنا? هنا الجزر التربيعي. طالب يقولك يوجد تكامل. الجزر التربيعي لواحد ناقص ستة سين بالنسبة لسين. يبقى واحد ناقص ستة سين وكل قس نص بالنسبة لسين. يبقى واحد ناقص ستة سين. ازود القس واحد. يبقى واحد واثنين كام? تلاتة على اتنين. هقول على تلاتة على اتنين? قلتلك لا. خليها معامل. اتنين على كام? على تلاتة. معامل سين كام? بسلب ستة. اضرب المقام في سلب ايه? ستة. تعال اتنين على سلب ستة في ثلاثة. بطمنتاشر على الاتنين فيها الواحد. على الاتنين فيها سلب تسعة. يبقى سلب واحد على تسعة. في الكوس اللي هو واحد نقص ستة سين. كله قص ثلاثة على اتنين. زائد مقدار ايه? سابت. هنا لما انت تشوف المسائل اللي هي زي دي. بتبدأ انت تتعامل معها بكل ارتياحية. وبنحط كل الصور على صور القانون والقاعدة اللي موجودة عندها. يبقى خدنا كده قاعدتين. القاعدة الاولانية زودنا القص واحد ونقص مع القص الجديد بيديك مقدار. القاعدة التانية بيديك مقدار داخل كوس. المقدار اللي داخل كوس من الدرجة الاولى. قلنا نكامل الكوس كله ونقص مع القص الجديد. ونقسم برضو على المعامل سين. اللي هو مشتكت ما بداخل الكوس. ونضيف مقدار ثابت او ثابت التكامل. تعال بقى نشوف الكلام ده. بنتعامل معه ازاي كمان? اه جال لي فكرة حلوة. قال لي المسألة دي جميلة جدا. ايه هي? قال لي اوجد تكامل سين قص خمسة في اتنين زائد واحد على سين وكل قص خمسة بالنسبة لسين. لحظت حاجة? تعال نشوف نلاحظ. ايوا ابراب عليك. هنا الملاحظة ايه? قال لي ده القص هنا خمسة والقص هنا خمسة. وده مكتوب وراها معناها ان فيه فيه. يبقى هو موزع القص على عملية الايه? الموزع القص على عملية الضرب. طيب نتعامل معه ازاي? او نعمل ايه? او نشتغل ازاي? بكل ارتياحية انت بتشتغل الحاجة زي كده وبتعملها كالقاتي. اخد القص مشترك. السين في اتنين باتنين سين. زائد سين في واحد على سين بواحد. بسم الله ما شاء الله اديتني شكل الايه? النظرية. بقى قوس في قلبيه آآ مقدار من الدرجة الاولى. الكل قص ايه? عدد. تعالا نشوف كده. يبقى هنكمله على طول اقول له يساوي. زود القص واحد يبقى اتنين. سين زائد واحد وكل قص كام? ستة. على كام? على ستة. في معامل السين. معامل السين اللي هي كام? اتنين. يبقى في اتنين. زائد مقدار ايه? سابت. اللي هو سابت التكامل. تخلي بالك منها وتشوف انت بتتعامل معها ازاي? انت بقى لما بتيجي تشتغل مسألة زي كده. تاني. تكامل سين قص خمسة في اتنين زائد واحد على سين. كل قص خمسة. تعاملنا معها ازاي? والتعامل بتاعها ازاي? كالتالي. انت القص توزع? هنا خمسة وهنا خمسة. طيب يبقى خدت القص مشترك ودربتي ده جوه المقدار. لما ضربته سين في اتنين باتنين سين. سين في واحد على سين بواحد. بالنسبة لسين. بقت قص في قلبيه مقدار من الدرجة الاولى. وكل قص عدد. تعالى. يبقى هنكامل القص. هزود القص واحد. يبقى خمسة واحد كام? ستة على ستة. معامل السين اللي هو كام? اتنين في اتنين. زائد مقدار سابت. هي خلصة على كده. نخلي شكلها مهزب شوية. ستة في اتنين باتناشر. واتنين سين زائد واحد. كل قص ستة زائد مقدار ايه? سابت. كده حطتها بس على شكل الايه? اللي النظرية اللي هي نظرية اتنين عندي. تعالى برضو نشوف حاجة كمان. حاجة بسيطة قوي. آآ نظرية جديدة اللي هي نظرية تلاتة. وبعد كده ناخد بعض التمارين. وبكده اللي هيكون الحصة بتاعتنا الحلقة بتاعتنا هتنتهي على التلات نظريات دول. ويبقى خدمة التكامل باكمله. تعالى نشوف النظرية ونشوف احنا بنشتغلها ازاي. قال لي النظرية دي قال لي لو عندي دلة في المتغير سين كل السنون. مضروبة في المشتقة. في مشتقة الدلة. مشتقة اللي جوة الكوس. قال لك في الحالة دي ايه? تزود تكامل الكوس بس. ما فيش غيره. تزود القس واحد وتقسم على القس الجديد في القس زائد مقدار ثابت على طول او ثابت التكامل. تاني تاني. لو الداني دلة داخل الكوس قس نون. في مشتقة ما بداخل الدلة. قال لك تعمل ايه? قال لك تكامل الكوس فقط. او لها تاني? خلي بالك. عشان ما حدش يضحك علينا. يبقى فيه تلات صور. خدنا الصورة البسيطة. اللي هي ايه? النظرية واحد. اللي بتزود القس واحد ونقسم على القس الجديد. خدنا الصورة التانية. لما يجيب لي كوس في قلبي. مقدار من الدرجة الاولى. قس نون. يبقى هكامل الكوس. القس ازوده واحد واقس مع القس جديد وتحت اضرب في معامل سين. اما دي النظرية اللي جاية دي اللي احنا هنطبع عليها ايه? كوس. قس نون. المقدار اللي بداخل الكوس اللي هي دلة كل قس نون. الدلة دي مشتكة ما بداخل الدلة. موجودة مضروبة فيها. يبقى التكامل هو ايه? نكامل القس بس. ما نعملش حاجة تانية. تعال نشوفي الكلام ده في النظرية. بيقول لي تكامل بشكل الرياضي بقى بتاعنا. دلة في المتغير سين وكل قس نون. ومشتكة ما بداخل الدلة. اللي ما بداخل القوس اللي هي الدلة دي. بالنسبة للمتغير سين. قالك تعمل ايه? قالك جيب الدلة دي. زود القس واحد. ده السين. قس نون زائد واحد. على نون زائد واحد. زائد ثابت التكامل. حيث سينون ده تساوي سالب واحد. تعال نشوفي الكلام ده في المسألة اللي هو كاتبها. بيقول لي ايه? اوجي التكامل. سين قس اتنين ناقص واحد كل قس ستة في اتنين سين. تعال تعال كده نشوف. بص كده مشتكة دي كامل. اتنين في واحد باتنين سين. الله ده هي دي. يبقى دي المشتكة. طيب اقولك تقوم ايه? لغيها من عندك. وكامل القوس بس. اقول له تعالى وفقا للقاعدة سين قس اتنين ناقص واحد كل قس سبعة على سبعة. واحد على سبعة زائد مقدار ايه? ثابت. اقولها تاني. اهو مشتكة اهو قوس. كل قس ستة. مشتكة ما بداخل القوس. موجودة هي. ما ديش دعوة بدع. وهكامل القوس ازود القس واحد. واقسم على القس الايه? الجديد. زائد مقدار ايه? ثابت. او ثابت. التكاول. اه تعالى بقى نشوف كمان مسألة على كده. بسم الله ما شاء الله. ده مسألة ايه? يعني جاب لي مسألة مقدار كبير. وجاب تاني مقدار. مقدار زي زي تلت حدود. ومقدار زي حدين. تعالى نشوف هل نتعامل. والتلت حدود عامل لي قس كبير. هل دي مشتكة ده? ولا لا. هلأ نتعامل معها ازاي? هنشوف نتعامل معها ازاي? ببساطة. ونحاول نخلي شكل الحاجة دي شكل القعدة بتاعنا. يعني المسألة نحولها صورتها. نحول صورتها ونبسطها. بحيث نوصل لصورة القعدة. نطبق القعدة على طول وتبقى ببساطة. تعالى نشوف كده. بيقول لي تمرين. اوجد تكامل. سين قصة اربعة زائد اتنين سين قصة اتنين ناقص ستة. كل قصة خمسة في سين قصة تلاتة زائد سين بالنسبة لسين. الله. ايه اللي احنا بنعمله ده? بسيطة جدا. ايه يا البساطة? تعالى. لو بسطت مشتكة ده اربعة سين قصة تلاتة. ده دي سين قصة تلاتة. يبقى نقص اضربها في كام? فاربعة. تعالى. مشتكة ده اربعة سين. ده دي سين. يبقى نقص اضربها في كام? فاربعة. عشان تبقى مشتكتها. يبقى هقول بالدار بسطا ومقاما في اربعة. لما اضرب مقام في اربعة يبقى واحد على اربعة. ولما اضرب البسط اضرب الجزء اللي هو ده. اربعة سين قصة تلاتة زائد اربعة سين. بالنسبة لسين. يبقى هنا الله ده دل مقدار قصة خامسة. مشتكة ما بيداكل المقدار اهو اربعة سين قصة تلاتة اهيه. وهنا اربعة سين اهيه. تعالى بقى كده الله ده هنا المشتكة. مشتكة ما بيداخل الكوس ده? يبقى انه كامل الكوس. يبقى ربع سين قصة اربعة زائد اتنين. سين قصة اتنين ناقص ستة. كل قصة ستة على كام? على ستة. زائد ايه? ثابت التكامل. اربعة ستة باربعة وعشرين. يبقى واحد على اربعة وعشرين. سين قصة اربعة زائد اتنين ستين قصة اتنين ناقص ستة. كل قصة ستة زائد سابت. انا اقولها تاني. هنا لما بصيت للمسألة. اتلاقيت ان المقدار قص قصة ايه? قصة عدد. مضروف في مقدار تاني. لما بصيت للمشتكة اتلاقيت دي اربعة سين قصة تلاتة. لما اشتكاه دي سين قصة تلاتة. يبقى ناقص اضربها في كام? فاربعة. حفظتها في دماغي. مشتكة دي اربعة سين. دي سين. يبقى ناقص دي اضربها فاربعة. ومشتكة الستة سفر. خلاص. يبقى ناقص ان انا اضرب فاربعة. قلت بالضرب بسطا ومقاما في العدد كام? اربعة. لما هقول يبقى واحد على اربعة. واضرب الجزء ده فاربعة. بقى اتعدي دلة. فمشتكة ما بداخل الدلة. تعال بقى نشوف كده. واحد سين قصة اربعة زايد اتنين سين قصة اتنين. ناقص ستة. كل قص كام? ستة. على كام? على ستة. ستة فاربعة? فاربعة وعشرين. وسين قصة اربعة زايد اتنين سين قصة اتنين ناقص ستة. كل قصة ايه? ستة زايد مقدار ايه? سابت. او لما تيجي بتحل المسائل لازما بتبقى عارف انت بتعمل يبقى كده عندنا تلات نظريات النظريات الاولى هو قلنا بنزود القس واحد ونقس مع القس الجديد النظريات التانية لو عندي كوس وفي قلبي مقدار من الدرجة الاولى فقوم نزود القس واحد واقس مع القس الجديد اللي هو نكامل الكوس نزود القس بتاع الكوس ونقس مع القس جديد ونضرب تحت في المعامل بتاع سين زائد ثابت التكامل بعد كده لما ناخد يدينا مقدار من الدرجة التانية التالتة مش مشكلة عندي وكل قس عدد في مقدار تاني مشتكت ما بداخل الكوس يبقى على طول نكامل الكوس بس وده القاعدة او النظرية التالتة تعالى نشوف كمان تمرين ونشوف احنا بنعمل ايه فيه بيقول لي ايه تعالى نفكر مع بعض ونشوف تكامل سين في الجزر التربيعي لسين تربيع زائد اربعة بالنسبة لسين طيب لما انا اشتغل الشغل ده وابدأ اتعامل معا خلينا ببطء بقى كده وبالراحة حاجة حاجة واحنا بنشتغل لو بسيط هوضى بالمسألة تكامل سين في سين تربيع زائد اربعة وكل قس ايه؟ نص بالنسبة لإيه؟ لسين مشتكت ما بداخل الكوس اتنين سين صح؟ الله؟ دي سين يبقى هضرب في اتنين واقسم على كام؟ على اتنين يبقى بالضرب بسطا ومقاما في اتنين يبقى هنا نص اصبحت الدلة في مشتكتها مشتكتها ايه؟ ماليش دعوة بيدا؟ هيبقى كامل كوس بس سين تربيع زائد اربعة كل قس ثلاثة على اتنين ازود القس واحد في قلتلكوا طالما كسر يبقى اتنين على تلاتة زائد ايه؟ ثابت التكامل هنا دي راحت معدي يبقى تلت سين تربيع زائد اربعة وكل قس ثلاثة على اتنين زائد ثابت التكامل شفت انا عملتها ازاي؟ تعال بقى ونبص فيها تاني هنا لو جيت انت بصيت للمسألة اتلاقيت ايه؟ اتلاقيت هنا سين قس اتنين مشتقتها اه اتنين سين ودي سين يبقى هضرب فيه بسطا ومقاما في كام في اتنين يبقى نص وهنا اتنين سين وخليت دي كل قس نص حطيتها على صورة صورة قسية بالنسبة لسين شرت الجزر يبقى هنا مشتقت ما بداخل الكوس اللي هو ده نكامل الكوس بس نزود القس واحد ونقسم على القس الجديد زائد مقدار ايه؟ ثابت ودتني تلت في سين تربيع زائد اربعة كل قس ثلاثة على اتنين زائد ثابت التكمل تعالى نشوف كمان مسألة يبقى خلي بالك من اللي احنا بنشتغل لما بيكون حاجة بنبسط الحاجة على قد ما نقدر لو كان فيه مقدار وتحت الجزر خلي بالك باشيل الجزر وبحطه قس نص طب لو جزر تكعيبي برضو اشيل الجزر التكعيبي وحطه قس ثلت تعالى بقى نشوف كمان مسألة ونشوف هنعمل ايه اللي موجود عندك وجدت تكامل اتنين سين ناقص 11 في الجزر التربيعي اللي اتنين سين ناقص 11 بالنسبة لسين حيث سين اكبر من 11 على اتنين تعالى نشوف التكامل اللي هو بتاع له لاحظتوا حاجة تعالى كده نشوف الكزدة في ايه اتنين سين ناقص 11 طيب وهنا الجزر التربيعي اتنين سين ناقص 11 الله ده هو ده هو ده طيب نعمل ايه نفكر ازاي تعالى قلنا انحاسن الصورة اتنين سين ناقص 11 اديكوز وهنا اتنين سين ناقص 11 وكل قس نص بالنسبة لسين ده الاساس نفس الاساس يبقى نعمل ايه نجمع القس يبقى هنا تكامل اتنين سين ناقص 11 واحد زائد نص يدينا ثلاثة على اتنين بالنسبة لسين اعمل ايه اعمل ايه زود القس واحد يبقى خلاص بقت اتنين سورة الاولانية ده قوس في مقدار من الدرجة الاولى كل القس ايه ناقص 11 ناقص 11 كل قس خمسة على اتنين زائد ثابت التكامل يبقى انا عملت ايه في المسألة دي تعالا نعيدها تاني ونشوف احنا بنعمل هزاي هنا بيقول تكامل اتنين سين ناقص 11 في الجذر التربيعي اتنين سين ناقص 11 يبقى اتنين سين ناقص 11 كل خلي بالك اتنين سين ناقص 11 في اتنين سين ناقص 11 كل قس نص فكية الجذر الاساس نفس الاساس دي معناها قس واحد يبقى هاخد الاساس واجمع القس واحد زائد نص يدينا ثلاثة على كام? على اتنين. بالنسبة لسين. تعال بقى كده. يبقى نزود القس واحد. يبقى خمسة على اتنين. هنا قلت لك نكتبها معامل. يبقى اتنين على خمسة. معامل سين اللي هو اتنين بضربه تحت. زائد مقدار ثابت. الاتنين راح اتمع على اتنين. يدينا خمس. في اتنين سين. ناقص عداشر. وكل قس خمسة على اتنين. زائد ايه? مقدار ثابت. يبقى كده احنا خلصنا النظريات. وهناك بعض التمارين. هناخدها كده. آآ بسرعة شديدة قوي. تعال كده نشوف. آآ يبقى خدنا النظرية الاولى. اللي هي النظرية البسيطة. زوتنا القس واحد. وقسمنا على القس الجديد. زائد ثابت التكامل. لما يكون مديني قوس مقدار من الدرجة الاولى داخل قوس. قس عادت. زوت القس واحد. وقسمت على القس الجديد. بالاضافة. بنضرب تحت في معامل سين او مشتكت ما بي داخل القوس. آآ بعد كده خدنا النظرية واخدنا تمارين عليها. واخدنا بعض التطبقات. تيجي بقى القوس تاني. قس عادت. آآ في قلبي مقدار داخل القوس. قس عادت. المقدار دي من الدرجة الاولى من الدرجة التانية. فمشتكت ما بي داخل القوس. يبقى على طون نكامل الكوس بس. وما نعملش اي حاجة تانية. تعالى بقى كده راح داحك علي بحاجة آآ صغيرة جدا في تمرين. قال لي ايه? اذا كان تمرين. اذا كان دال سط على دال سين بيساوي اتنين سين زائد واحد. اوجد كيمة. اوجد آآ آآ المنحنة اوجد سط. المنحنة سط. اوجد المنحنة سط. تانية. قال لي اذا كانت دال سط على دال سين بيساوي اتنين سين زائد واحد. اوجد المنحنة سط. طيب اقول له تعالى وقال لي ايه? حيث سين لا تساوي لا تساوي سالب نص. نقول له الحل. تعالى نفكر مع بعض. ده هو الدين المشتقة. بيساوي اتنين سين زائد واحد. اوجد سط. يبقى اقول له نفكر مع بعض كده ونمشي مع المسألة حاجة حاجة. اقول له طيب تكامل الدال سط بيساوي تكامل اتنين سين زائد واحد بالنسبة لسين. تكامل الدال ساط بايه? بساط. زائد سابت. ماشي. هخلي السابت بقى هنوضح لكم الحتة دي دلوقتي. طيب هنا نكمل ده. يبقى اتنين سين قس اتنين على اتنين. دي اتنين راحت مع الاتنين اهو. زائد. تكامل ده سين زائد سابت. طبعا دي زائد سابت واحد ودي سابت اتنين. سابت واحد ناقص سابت اتنين. يبقى على طول يدينا مقدار سابت. فعلى طول بنحط السابت ناحية ايه? المقدار اللي احنا بنعمله وخلاص. يبقى هنا صاب. الاتنين راحت مع الاتنين. يبقى صاب بساوي سين قس اتنين زائد سين زائد ايه? سابت التكامل. يبقى انا عملت هنا ايه? تعالى. بيقول ليه في المسألة. اذا كانت دل صاد على دل سين بساوي اتنين سين زائد واحد. اوجد المنحنى صاد. حيث سين لا تساوي سالب نص. تعالى التكامل دل صاد بساوي تكامل اتنين سين زائد واحد بالنسبة السين. تكامل دل صاد زائد سابت واحد بيساوي اتنين سين قس اتنين على اتنين وهنا تكامل ده سين وزائد سابت التكامل. طبعا السابت واحد نقص سابت اتنين بتديني سابت واحد زائد سابت اتنين برضو بتديني سابت. انت بتحط مقدار ايه? سابت. تعالى كده. ويبقى سابت شطبت الاتنين مع الاتنين. يبقى سين قس اتنين زائد سين زائد سابت. التكامل. تعالى نشوف كمان مسألة ونشوف احنا بنعملها ازاي. يبقى انت لو جاب لك. طب انا عملت هنا في القاعدة دي ايه في المسألة دي. قال له. ده هو بيديني المشتقة. مش التكامل عكس المشتقة بيديني الدلة الاصلية بتاعتها. طب انا لما انا اشتقدت ده صد على ده السين. يبقى دلتها اصلا اللي اسمها صد. يبقى هجيبت تكامل. عكس المشتقة اللي موجودة عندي. طيب. لما يجي يقولي اوجد تكامل. سين تربيع ناقص تلاتة سين زائد واحد وكل قس خمسة. في اتنين سين ناقص تلاتة بالنسبة لسين. لاحظت ايه? تعال. لاحظت ان المقدار ده. كل قس خمسة فيه مقدار. طب المشتقة. اتنين سين. اهي. مشتقة دي. سالب تلاتة. اهي. طب في الحالة دي نعمل ايه? حاجة بسيطة جدا. تبدأ تعملها. الله. هنا دي المشتقة بتاعتها. خلاص ما ليش دعوة بالمشتقة. يبقى هكامل القوس بس. يبقى هي عبارة عن كام. سين تربيع ناقص تلاتة سين زائد واحد كل قس ستة على كام? على ستة زائد مقدار سابت او سابت التكامل. تخلي بالك من النقطة الصغيرة دي وازاي تقدر تتعامل معها. تعالى برضو لما ناقل كمان تمرين. لو قدر في اسمها. قدر. اشتغل. انهم عاملين ايه? نحل البسط ونحل المقام ونبدأ نبدأ نتعامل معهم ونشتغل على اساسها. هنا ضحك علي بسؤال. قال لي تعالى يا باشا. قال لي تكامل. تمرين كمان. واحد على اتنين سين ناقص تلاتة كل قس خمسة بالنسبة لسين. الله. طب بالزبط بقى نعمل ايه? نحل. ده موجودة في المقام. هنا كاسر. يبقى نعمل ايه في الحالة دي? عن اللي في المقام. هطلعوا فوق. وغير اشارة القس. اتنين سين ناقص تلاتة كل قس سالب خمسة. بالنسبة لسين. بقت مقدار قس قس ايه? قس عادة. واللي داخل القس من الدرجة الاولى. بقت النظرية الاولى اللي احنا النظرية التانية اللي احنا اشتغلنا على اساسها. ايه هي? اتنين سين ناقص تلاتة. الكل ازاود دي واحد يبقى سالب اربعة على كام? على سالب اربعة. مضروبة في كام? في اتنين زائد مقدار ايه? زائد سابت التكامل. يدينا سالب. يدينا سالب واحد على تمانية. خلي بالكو. خلي بالك دي قس ايه? سالب. يبقى على طول اتنين سين ناقص تلاتة كل قس موجب اربعة. زائد سابت التكامل. يبقى الواحد يتكتب هنا. يبقى سالب واحد على تمانية. في اتنين سين ناقص تلاتة كل قس اربعة زائد ايه? سابت. طبعا احنا يعني اخدنا القواعد واخدنا تطبيقات عليها. ودي الحالات اللي عندك اللي موجودة في التكامل. وطبعا اه كل سالهم طيبين. اه الوقت معاكم بيقصر اوي 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 اوي. ومشتقين اليكم الحلقة القادمة. واتمنى ان تكون المعلومة اللي احنا بنقولها قد وصلت والمسائل تكون بسيطة ومفهومة لديكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.